حمد الله، الله يحفظكم ثقل السنين الملقى على كاهلها لم يشفع لهذه العجوز دون تجرع مرارة الترحال فشقت طريقها مع أكثر من ألفين مدنياً من مدينة منبج باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في المدينة واقع بات ممكن فقط بعد أن أحكمت هذه القوات مدعومة بغطاء جوي من التحالف بقيادة الولايات المتحدة سيطرتها على مناطق جديدة واسعة من قبضة تنظيم داعش بحيث باتت تسيطر حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض على قرابة أربعين في المئة من المدينة الاستراتيجية أهالي منبج، أهالي طريق الجزيرة، أهالي الأخارة المستوصف، أهالي طريق مدرسة الغسانية أدول طبعاً أنا واحد الناس كمان يعني من طريق الجزيرة وأدول كلهم جيراننا وأهلنا وناسنا وعلى جبهات النزاع السوري كافة يدفع المدنيون الفاتورة الأكبر للحرب فبين أكوام الركام الشاهدة على أعوام النزاع في حلب بث الإعلام النظامي السوري صوراً لطوابير من المدنيين جلهم من النساء والأطفال وهم يغادرون الجزء الشرقي الخاضع لسيطرة المعارضة من المدينة بعد أن استكملت القوات النظامية تطويقها ورمت مناشير تتحدث عن فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية ثاناً أن أعداد من غادروا الجزء الشرقي من حلب فاق 160 شخصاً وهو رقم ضئيل إذا ما قورن بـ 300 ألف مدني تقدر الأمم المتحدة وجودهم في القسم المحاصر من المدينة وبث الإعلام الحكومي أيضاً صور شبان وأمامهم قطعة سلاح رشاش واحد وقال إنهم مقاتلون استجابوا لمرسوم العفو الرئاسي وقرروا إلقاء السلاح بيد أن المبادرة النظامية لفتح ممرات إنسانية برعاية روسية قابلتها المعارضة السورية والأمم المتحدة بالتشكيك فالثانية طالبت بترك مسألة إقامة الممرات للمنظمات الإنسانية الأممية أما الأولى فعدتها خدعة نافية وجود الممرات أو المدنيين الراغبين بمغادرة الجزء المحاصر هذا بشار قتل أمه من ثلاث سنين عبر ربي بدموع عيني والله يا عبر ربي بدموع عيني والله يا بشار لو قتلت أمام عيني وخيلني أدفع منك يا حلب والله لن أدفع منك الروايتان المتناقضتان تقدمان وجها من وجوه النزاع السوري متمثلا في الحرب الأعلامية وأجيج النزاع المستعر يلقي بحسب رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية سياي اي جون برانين شكوكا بشأن بقاء سوريا موحدة بعد انتهائه ووضع برانين خلال مشاركته في منتدى أمني في كولورادو سيناريو الكونفيدرالية كأحد السيناريوهات المحتملة في سوريا المستقبل بحيث يحكم كل طيف كما قال الجزء الخاص به من البلاد أو اعنوذج من ذلك المستقبل سيناريو الكونفيدرالية